بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة لبابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية ودروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وأكد وزير الداخلية في البرقية أن تلك المناسبة نستقي منها مشاعر المحبة والمودة ويكرس الاحتفاء بها التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية الذين أثبتوا أنهم عصيون على الانكسار كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إصحاق صدراك بطريارك طائفة الأقباط الكاثوليك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقصة أوندريزاكي رئيس الطائفة الإنجلية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد حيث أعرب خلالها عن تقديره واعتزازه لأبناء الطائفة الإنجلية في مصر كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لجميع الأخوة المسيحيين من القادة والضباط والعملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعوين الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد وفي البرقية أكد محمود توفيق أن الاحتفاء بعيد الميلاد المجيد يعكس صلابة ما يجمع أبناء الأمة المصرية عبر الزمان